أنا عايزة أقول بقى كمان برضو فيه يعني ناس تقولك إيه أصل هي بترجع لدرجة التعليم أصل الأب والأم لو متعلمين كويس جداً ما بيعرفوش يفرقوا ما بين ولادهم وتيجي ناس أنا بشوف ناس ما تعلمتش إنه هم الناس بتوع زمان اللي هم ما وصلوش أصلاً لدرجة التعليم يمكن معهم ابتداية بالعافية كمان وتلاقوهم بيربوا تربية حلوة وفيه مساواة في التربية وما بيفرقوش بين عيل وعيل لكن بتلاقي برضو الحركات دي في ناس متعلمين تعليم عالي جداً صحيح فيجمع الموضوع مش في التعليم يعني مش إن أنا متعلم فأنا عارف أربي كويس أو أنا مش متعلم معي الشهادة لا يعني فيه ناس أنا نفسي أعرف هنا الفرق إيه يعني المساواة دي تحس كده فيه فيه احترام في المعاملة وفيه هيبة دي نتجة عن إيه هو إيه الفرق بين العناية والرعاية إيه الفرق العناية اللي أنا بديله حقوقه اللي يأكل ويشرب ويتعلم ويتعالج وما فيش أي اهتمام بقى بالرعاية يعني إيه رعاية يعني باهتم بالسلوك بتاعه باهتم باحتياجاته النفسية باهتم بالأسس اللي المفروض يتربى عليها صح لأ أنا ممكن أدخله أحسن مدارس وأكله أحسن أكل بس فيه طولي اليوم ناني هي اللي معاه كده ما فيه عناية بس إحنا عايزين عناية ورعاية فالناس اللي عندها وعي دول هم بيركزوا بقدر يجبين قوي على الرعاية عشان كده لو غلط مش هتسكت ده هتجيبه وتقعد معاه وتعرف الصحة والغلط لو خد حاجة من وراء حد أو سرقها ما تسيبوش خالص والموقف ما يعديش لا ممكن اللي بيهتم بالعناية بس أصلا مش هيعرف اللي ابنه عمل حاجة زي كده ولو عارف هيقولك عادي ما كل الناس بيحصل كده فالوعي والاهتمام والرعاية بالطفل هو ده اللي هيفرق أسرة عن أسرة تانية عشان كده إحنا كأسرة لازم نتدرب لازم نتدرب نتعامل أولادنا ازاي لازم إحنا كده كده هنقع في صعوبات كده كده يعني لازم كل الأسرة نقول كده أنت في البداية حياتك الزوجية والأسرية هتقابل صعوبات وتحديات في التعامل مع ابنك ده عادي بس أهم حاجة تتجاوز الأخطاء بسرعة وبعد الحلقة دي لو أنت من النوع ده لازم أنت صحح المصار خالص لأنك لما صحح المصار مع ابنك أو بنتك اللي أنت بتميزهم عنه عن أخوتها لمدة خمس ست سنين وصحح المصار غير لما تستمر حياتك كلها وتتجاوز بقى فيه أثار بقى ممتدة إحنا عايزين الأثار دي قصيرة مدى يعني تزوبه خلاص وتروح إنما الأثار الطويلة المدى دي ما بتروحش خالص ودي بقى اللي بتخلي مشاكل كبيرة بين الولد لما يكبر ومامته أو بابا أهلا أهلا